مالك من ملوك السلسيات النهاردة قص الشبكة الكابتن عمر عزب خلينا أبركلك الوافد الجديد للنادي لالي أبركلك الأول على الميدالية بتاعت السلسيات ميدالية البطولة بطولة بتضاف ليك ودي يعني الحب ده مش من فراغ وهي دي روح النادي الآلي اللعيبة مع بعضها هو ده بيكون بداية الطريق للوصول النهاردة للتتويق طبعاً أحب أشكر كل زملاتي على التعب اللي احنا تعبناه طبعاً ربنا الحمد لله بارك لنا في الآخر تعبنا والبطولة كانت صعبة جداً بطولة طويلة بطولة أقوى بطولة عربية تلعبت تقريباً أكتر فرق الحمد لله ربنا كرمنا وإن احنا قدرنا ناخد بطولة الحمد لله النهاردة الفترة الأولى والفترة التانية ودي كأس البطولة كده كأس البطولة معنا أعتقد عمر ركاز بيدخل دولة بطولات النادي الآلي لأول مرة في تاريخ النادي الآلي كواحد من اللعبين بتضاف إنجازاتك أكيد لحظة من اللحظات السعيدة بالنسبة لك اندارد ودي طبعاً أول بطولة لها معنادي الآلي بطولة غالية جداً بطولة يعني تعبنا فيها الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله طبعاً مفسوط جداً ببطولة إنها أول بطولة معنادي الآلي ومش آخر بطولة إن شاء الله ربنا يكرمنا في بطولة كتير إن شاء الله من الأمور المهمة جداً الجميع بيركز على أرض الملعب لكن برى الملعب الروح اللي بينكم قط الليبس ودوركم ودور اللعيبة الكبار في النادي الآلي مش عايز استثناء أحد بس هو ده النادي الآلي هو دي طبعاً دي روح الفرقة دي روح البطولة كلنا إيد واحدة كلنا يعني بنتعبنا كلنا إيد واحدة كله بيشجع بعض هي دي روح البطولة هي دي فرقة البطولة ودي أول مرة الروح دي موجودة يعني إن شاء الله هي دي يعني تخلينا يا أخي بطولة كبيرة إن شاء الله ستر أجوستي واحد من المدربين اللي بيشتغل على السلاسيات قوي وانت واحد من اللعبين يبينفذ الامر ذوت انا يعني متابعين الامر وعارفين كلمني بقى عن الحتة دي بالتحديد لا وطبعا ده توفيه عند ربنا يعني هو كابتا جوستي طبعا بيدينا الثقة ومدرب كبير جدا مدرب زكي جدا انا بصلاح فخور نوات مرن يعني تحتي هو مدرب بيساعدنا بيسخ فينا فسري بوينت شوت دي بتبقى حاجة يعني ثقة منه فهو بيدينا الابشن واحنا دي توفيه عند ربنا في الاخر